الكيان الصهيوني آخر حلقات هذه الانتهاكات شهدتها منطقة مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة التي تتواصل فيها منذ أيام انتهاكات الاحتلال لحقوق أهلها حيث أصدرت السلطات الصهيونية عدة قرارات هدم ومصادرة ما أدى إلى حدوث مواجهات مع أهالي المنطقة آخر هذه المواجهات نتج عنها إطلاق جنود الاحتلال رصاصة من مسافة قريبة جدا على الشاب هارون أبو عرام خلال محاولته مع عائلته منعهم من مصادرة مولد كهربائي ومعدات بناء كانت أمام منزله الرصاصة أصابت الشاب في رقبته ما أدى إلى تهتك في فقراتها وتمزق الأعصاب والنخاع الشوكي فتحول هارون من شاب فلسطيني يحارب عتمة الاحتلال بمولد كهرباء إلى معاقن بعد أن تسببت الرصاصة له بشلل رباعي جريمة الاحتلال بحق الشاب أبو عرام دانتها وزارة الخارجية الفلسطينية التي اعتبرتها انعكاسا للعقلية العنصرية التي تسيطر على مفاصل الحكم في الكيان الصيوني وطالبت مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية بتحمل مسؤولياتها وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجريم كذلك نظم الفلسطينيون عدة مسيرات تضامنية مع الشاب هارون اتجهت إحداها إلى منزل أبو عرام مرددين هتافات منددة بممارسات سلطات الاحتلال نحن اليوم هذه وقفة تضامنية لكل العالم حتى يشوف العالم الأحرار إنه ضد ورسالي لهذا الشاب اللي مبارح كياد أنه يستشهد وممكن يستشهد بكل لحظة انتهكات الاحتلال في الآون الأخير على مسافر يطا والمنطقة بشكل عام من المنطقة الجنوية من هدم من قمع من كل شيء صار مستهدف فاحنا حابين نوصل رسالة للعالم اللي بحب السلام وبدع في السلام وهم استغلوا ظرف كورونا هذه كذب كبير من الاحتلال حتى يمرر كل المحطات البدوية المتظاهرون منعوا أيضا مركبات المستوطنين من الوصول لمستوطنة ريغافيم المقامة على أراضي مسافر يطا ووضعوا أعلاما فلسطينية على الشارع وتهدف سلطات الاحتلال إلى ممارسة الضغوطات والتقييدات على أهالي منطقة مسافر يطا في محاولة منها لترحيلهم بالقوة وتفريغ المنطقة منهم والاستيلاء عليها بالكامل لصالح مشاريعها الاستيطانية